أمريكا وويلز مباراة متكافأة جدا والنتيجة طبيعية جدا واحد واحد المنتخب الأمريكي والمنتخب الويلزي سيموتي وايا سجل الهدف الأول للمنتخب الأمريكي في الديئة 36 وأحكي لكم كل صوته ده عشان ليه قصة كبيرة جدا بعد كده جارس بيل قدر يتعادل لويلز في الديئة 82 من ركلة جزاء في وقت كانت ويلز في طريقها إلى الهزيمة الأولى في الموندي مين بقى؟ تيموسي وايا اللاعب صاحب هدف أمريكا الأول في المنتخب الويلزي وترككم ليه حكاية وأكيد هترتبط معكم جدا هو نجل رئيس ليبريا نجل رئيس ليبريا لعب المنتخب الأمريكي نجل رئيس ليبريا الحالي وأسطورة نادي مياه الإطالي طبعا طبعا جورج وايا اللي خد قبل كده أفضل لاعب في العالم سنة 1995 اللاعب الآن يمثل أو نجل جورج وايا رئيس ليبريا بيمثل المنتخب الأمريكي وبسجل أول أهداف المنتخب الأمريكي في كأس العالم عمل اللي ما عملوش جورج وايا جورج وايا مع المنتخب اللايبري ما شاركش في كأس العالم ما تعلقش في كأس العالم رغم أنه هو اللاعب الأفريقي اللي حصل على جهازة أفضل لاعب في العالم أحكي لكم كسيتو ومين هو تيموسي وايا صاحب هدف أمريكا الأول في المنتخب الولزن نجل الرئيس ليبريا الحالي زي ما تلقوا موصولة نادي مياه الإطالي جورج وايا ولكنه يمثل منتخب أمريكا ولدت موسي وايا في نيويورك عام 2000 وبدأ مسيرته القروية مع عدد من الأكاديميات الأمريكية في شبه منه كبير وايا انتقل إلى بريس سان جرمان في 2014 حتى تم تصعيده للفريق الأول في عام 2018 قبل أن يعار إلى السيلتيك الاسكتلندي في 2019 انضم بعد ذلك إلى ليلة الفرنسي في صفقة انتقال نهائي عام 2019 صاحب الـ 22 عاما لا يشارك بشكل أساسي مع ليلة الموسم الحالي إذ لعب ست مباريات فقط لكن مدرب المنتخب الأمريكي وثق في قدراته وقرأ الاعتماد عليه السيل يكافئه اللاعب بهدف افتتاح مشوار أمريكا بالمونديال تخيل هو شارك في المونديال وجورج وايا ما شاركش في المونديال فالنهار ده سبحان الله بيحق حلم والده بتسجيل هدف في المونديال ولكن مع المنتخب الأمريكي وليس المنتخب الليبيري طبعا اللي كان بيلعب له جورج وايا الرئيس الحالي لليبيريا ترجمة نانسي قنقر